ورعاه اجتماعا ضم عددا من السادة المسؤولين لمتابعة الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق حزب البعث العربي الاشتراكي مساء أمس أعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس ديوان رئاسة ووزير الصفافة والإعلام وطارق عزيز وعلي حسن المجيد وقد تم في أثناء الاجتماع تدارس العدوان الأمريكية الذي جرى مساء أمس والإجراءات والتبابير العسكري على من يقدم لها التسهيلات في حالة تكرار مثل هذا العدوان ترجمة نانسي قنقر